موسيقى ملابس كبار مبادر و تم الأمور موسيقى طوني أكس لارج يلا ما يخالف سمعنا مثل أنه على الورق كنقاط من بين الأفضل في آسيا أنه ممكن أن تكون الإنجازة لحموادي هل تسمعت عن هذا الشيء؟ أكيد كل بارحة ثابعة تمينا بالبرنامج تحياتنا الكابتن فيان يمكن أن سمعت وعرف أنه النقاط بها من صالح كثير من النقاط يعني أنت تجي على الإنجازات تجي على الأهداف تجي على الألقاب التي حققتها الفردية والجموعية الحمد لله شكر أنه كلها من جانبي لكن بقتم الله سبحانه وتعالى بقتم اللجان والتصويت عندك تفاصيل دقيقة عن النقاط لو ما عندك يعني قبل 40 نقطة أنه على مشاركة تكثيرية مشاركة اللاعب الأولمبي عليها 40 نقطة فالحمد لله أنه أنا عندي مشاركة بالمتقب الأولمبي إضافة لأنه لقب كأس البطولة الاشتراك بالبطولة أفضل لاعب البطولة هداف البطولة ضعفاً لأنه كنت مسجل 32 هدف يعني الموسم كله أنه أنا عندي 32 هدف ومباراة أول بارح مع نادي بغداد فالحمد لله وشكراً مثل ما تقول أنه أنا جاي من السلح شك وشيب البطولة أخذتها هذه البطولة الخارجية على مستوى المحلي عندي كأس العراق وعندي هداف الدور العراقي صحيح بس مع هذا صحيح وفي كل هالي تحيط بنا وشفت أنه داخل القصر ما شاء الله شفنا التلقيف وشفنا كل شيء بس أنا قلت لك أنه صحيح أنه وجودنا هنا أنت كنا تلعبان العبس بالنادي يعني شنت بعيد وجودنا صدقونا نحن متواشدين نحن جايين دعمي لك أكيد صحيح أنت وعدتوني قبل لا تجوني فقلت لك أنه شفنا هنا الظروف اللي شفناها بالفندق بالمحيطة هنا وتعرف هو الجواز يعني على شاية البارحة واحد شوي رياضي قلت له عادي ماك مشكلة بس أنا نقول أنه أنا سويت العليا حصلت كل شي بالبطولة والله سبحانه وتعالى أننا حصلنا عليها خير وعلى خير ما حصلنا عليها أنه وجودنا مركز الثاني هذا كافي أنك بعيد عن المنتخب فترة تكون تلعب مع النادي وتحقق كل شيء تيجي من أفضل لاعبين في آسيا يعني هذا شيء يحسب إنجاز إليك بصراحة إن شاء الله مناك مطلقين إن شاء الله وبوثقر نحن متواجدين يوم بالحفل همين إن شاء الله تنورونا على رأسك طبعا 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 نشكرين حضوركم أمانا نحن مثل ما تعرف هذه بلد بلد الكل مش بلد الإماراتي بلد كل إنسان عايش عليها الله يسلمكم نحب اليوم نشكركم على حضوركم الحدث هذا وأنا من كوني متواجد في هالمكان أتمنى الجائزة تذهب لعمار الإماراتي بصراحة قلنا أقول لك نحن تواجد حمادي لاعب عراقي فخر كعراقين بغض النظر عن الجازب وأيضا إذا فاز عموري هو فخر إنه كعرب كونه في أكبر قاررة بالعالم يعني هو يمكن يكون أفضل لاعب بالعالم مو بس في آسيا بس أيضا إحنا من الحازين لبنه نعم بنكم يستاهل على ما أعتقد كان جيد في فريق القوة الجوي واللي عارفة عنه أنه ما أخذ هداف والفترات الأخيرة ما أدري ليش مكسل مش معاهم في المنتخب نتمنى له تواجد في المنتخب وصدقني أنا لعبت مع أغلب اللعيب العراقيين كل اللي بيأخذ الجائزة هذه أخونا وأبننا ونحن وأنتوا واحد وإن شاء الله مثل ما أقول لك تكونوا مرتاحين في حل بل إن شاء الله الله يسلم الله يخليك الله يخليك عموري ضوجناك وجيتك مرة ثانية بس جي رجعت لك بعد ما حتيت ويسبيت قال لي ما نحن متحيزين لبن بلادنا والجائزة إلي والله كل واحد يقول رايو أنت بعد ما متحيزت بالجائزة حق والد بلادك فلنا كلنا شعب واحد والله يوفق مثل ما قلت لك الله يوفقنا كلنا إن شاء الله يا رب أنت إحساسك شون اليوم؟ بالعكس منافسة صعبة أكيد يعني لابد أنك أنت تعطي أهمية حق الخصم أو يعني ما شاء الله مقدم مستوى مع فريقه وأتوقع إذا ما خبضني في المنطقة حصل على بطولة كاس الاتحاد الاسيوي وأتمنى للتوفيق دائما إن شاء الله نحن في العراق منقول إذا الأولى ما صارت الثانية جوز مصير بس الثارثة ثابتة بس إتهاي الثانية ما علي مم مشكلة ما تعرف إن شاء الله كاتب لك ممكن الثانية والثارثة ثابتة حقي حبيبي شكرا موسيقى إحنا اليوم جايين من أجل تغطية الحفل الاتحاد العاسيوي الحفل السنوي تواجد بينكم وتواجد بيننا شو تقول؟ والله هو الشيء اللي بيأخذه اللي بيأخذه كلها بنبارك الهم وأنتو والله إحنا كلها واحد الشعب العراقي معروف شعب كريم شعب لهم كانت عدنا إحنا في الدولة وأحنا وإلا هم كلها واحد نص ما أقول لك هل تشوف الحضوظ المن أكثر راجحة؟ والله شوف أنا ما أقدر أكيد الأخوان فيه إخوان يقيمون في الأشياء بس اللي بيأخذه إحنا نقول مبروكوا يستاهلوا إن شاء الله شيد الطوبة حلوة باللعبة الأخيرة العراق والإمارات والله الحمد لله إحنا نص ما أقول لك إحنا والعراقيين نحنا كنا نتمنى يعني العراق حتى يصعد وما كنا حتى نتمنى العراق يكون في نفس المجموعة نصعد إحنا والعراق إن شاء الله عدكم بطاقة الإمار عاد وضعكم زيان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله مشكورين هياكم الله شكرا شكرا جاهز مطلق شكرا